نبدأ مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت أمبارح وبدايتها مع أخبار رئاسية سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمبارح إطلاق الملطقة والمعرض الدولي الأول للصناعة واللي نظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد وتحدث سيادة رئيس عن عدد من النقاط المهمة وقال سيادته إنها يتم منح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل اللي تقدموا للحصول عليها وإن الدولة بتفتح الباب على آخره للاستثمار وهنتحرك مع بعض عشان البلد تطلع لقدام خلونا نشوف جزء من كلام سيادة رئيس شوف المفروض نحن بنشتغل عامل مؤسسي يا دكتور مصطفى والتجارة والصناعة موجودة وكل الناس موجودين للحكومة احنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدرجة مع المصر بس أرجو إن إحنا يعني وإحنا بنعمل ده وإحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على آخره يعني تعرف إنه قليات العمل والحوكمة يعني مش زم إحنا عايزين في مصر فبرضو ما هو السبب في المؤتمر اللي فات يعني إن اللي أنتو بتعانوا منه إحنا مش عايزينكوا تعانوا منه لأن إحنا يهمنا في الآخر أس مش أنتو إحنا إحنا كلنا مع بعض يهمنا أن تطلع قدام لكن على كل حال ثلاث شهور الرخصة الزهبية لكل من يتقدم أنا مش حدده برقم دكتور مصطفى ولكن أرجو إن إحنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين لأن إحنا ننفذ الالتزام ده لمدة 3 شهور ونراجع لو الأمور مشت كويس ولنا حجم الإنجاز يعني كان مشجع نقدر نفكر إن إحنا نستكمل كده ثلاث شهور تانين ولا لأ أو نقول طب نخلق نرجع للنظام الأديم اللي إحنا اللي هو الرخصة الزهبية لدكتور مصطفى فإحنا هندي ثلاث شهور بالطريقة شكري يا فاني شكري يا فاني كل التحية يمكن دي اللحظة اللي أعطى فيها السيد الرئيس الرخصة الزهبية لمدة 3 شهور لكل طالبي التصنيع والاستثمار في مصر وبعدها هيتم القرار في حالة يعني لم تنتج هذه المصانع طيب من بين أيضا الأمور الهامة اللي حصلت مرحل السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي قال إن أزمة الدولار هي أزمة كاشفة وإن فطورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة وده نتيجة تطور الاقتصاد المصري علشان كده لازم نسبق الوقت ونشتغل على زيادة الانتاج المحلي ومش لازم كل المشاريع تستهدف التصدير لأن في حالة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب داخل مصر يعني ده هيقلل بطبيعة الحال الفطورة الاستراضية والله أنا بحلب بالله الهدف من اللي أنا بقوله ده ما فيه هدف منه غير إن أنا أشجع رجال الصناعة في مصر وكل من هو محتاج يتحرك معنا أقول له اطمن أنا معك عايز نخش معك بكام 30% أهم 50% أهم خاتب لك أكتر من كده أنت حر بس أنت لازم تجير شغلك لا لا خلاص البشروع ده فعلا يا فندم ده لازم يتعامل ما فيش فيه لأن طب يلا مالك بالبنك بقى خلاص بعدك قلت خلاص حلقها 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 خلاص شوف أنا أحول لك وبيقول لك وليك وكلك يا مصريين أن تسمعوني موضوع أزمة الدولار كشفها يا جماعة وبتقول لنا إن إحنا لابد إن إحنا الفاتورة بتاعت الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة ومش بتجاب بيها سلع ترفيهية ده تطور للإقصاد المصري يا دكتور مصفة والتطور ده إن ما كنش إحنا نقدر نسابق الوقت ونحقق إن جزء منه يتحول لفرصة لنا بإننا أنت جزء كتير أو جزء كبير من المستلزمات والمنتجات اللي بنجيبها من بره منها أزود النتج المحلي وإحنا نقول لك الكلام ده بكده منها إننا نشغل عمالة مصري أشغل ده في مصر ثم الحاجة التانية طب ما دي حفيه عوايد يعني للضرائب وكلام اللي هو اللي حيرت على التجريل يعني كمان سيادة رئيس قال إن اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا بسبب كورونا والأزمة الروسية بيشير إلى إن حركة التجارة في العالم بيعاد تشكيلها وصيغتها مرة تانية وإن مصر لديها فرصة كبيرة لزيادة حجم التصنيع لإنها بتقدم تكلفة إنتاج وتشغيل وطاقة أقل من الآخرين وجه سيادة الرئيس كمان لرجال الأعمال والمستثمرين وقال تعالوا نتحرك لمصلحة مصر المشتركة وعندنا فرصة كويسة مش عايز أقول أكتر من اللي قلت ولكن خليني أرحب بكل السادة الحضورة اللي موجودين أهلاً وسهلاً بيكم وسعداء بجهدوكم وبالعمل اللي أنتم تعملوه وبهنيكم على مرور مئة سنة على اتحاد الصناعات المصري وإن شاء الله نحتفل أو نحتفل دايما بمناسبات جميلة زي كده في تقدم كبير أنا بس عايز أقول أن الواقع اللي حصل خلال التلات سنين اللي فاتوا يمكن بعضنا يعتصور أنه هو يعني زي ما قلت تحديات وأزمات كبيرة لكن هو أبرز لنا التصور فرصة محتاجين أن نحنا نستفيد منه يعني على سبيل المثال لما حصلت يعني الموضوع الصراع التجاري في العالم ده بيبين أن الدنيا اللي كانت ماشية بشكل معين يبتدى يحصل فيها تحول كبير قوي حتى في أثناء كورونا وبعد كده في موضوع الأزمة الروسية أتصور أنه هو بعد ما كانت سلاسل في استقرار في سلاسل الإمداد والتوريد وأيضا في المناطق أو المجمعات الصناعية اللي تشكلت في العالم خلال السنين اللي فاتت اللي حصل واللي بيحصل دلوقتي بيقول أنه بيتعاد تشكلها بيتعاد سياغتها هل إحنا عندنا فرصة أتصور في الكلام أنا قلت وقلت أن إحنا تكلفة الإنتاج عندنا وتكلفة التشجيل عندنا هتبقى بتوفر فرصة بشرط أن إحنا كمصنعين أنا مش حقدر أتصل وتواصل مع الصناعات المماثلة أكثر أحسن منك يعني النهاردة لو أنا شغال مثلا في موضوع زي موضوع الترنباد أو في موضوع التكيف على سبيل المثال أو أي حاجة تانية المنتج اللي شغال فيه أنا عارف السوق العالمي فيه والمصنعين الرئيسيين فيه وحتى في مصر أقدر أعمل إيه وفرصتي فيه لما قلت نستعالوا أنا مساعد أن أعمل هنا في مصر تطوير للإنتاج عشان سلاسل الإمداد دي يعني تتحسن بتدخلنا أو بدخلنا من خلال موقعنا الجغرافي من خلال التفيذات التجارة الحرة ومن خلال تسعير الطاقة اللي موجودة عندنا ومن خلال التسهيلات اللي احنا ممكن نقدمها وأيضا من خلال العمالة المصرية اللي تكلفتها بالأكيد لا تقارن بأي تكلفة تانية فإحنا اللي أنا حقدر أقوله ألف بالتوفيق كل الدعم لكم من مننا كلنا من الحكومة ومن الشعب ومن بعضنا البعض من أجل بلدنا وعايز أقول تاني توصلنا المستمر هيخلونا نشوف أكتر إن إحنا نتكلم مع بعض ونسمع بعض أكتر دون إن أنا يعني يعني من غير ما لا أتهم حد ولا حد يتهمني لقى تعالوا نحط أيدنا في أيدنا نتكلم ونسمع بعض ونحاول نتحرك لمصلحة مصر المشترك بالتوفيق إن شاء الله وإبدأ كمل إبدأ كمل لسه بدري ولا 100 مليار المؤد إحنا عندنا فرصة كويسة عندنا فرصة كويسة شكرا جزيلا فكرة التكاتف من أجل العبور للمستقبل المستقبل اللي بيستوعب الجميع فيش حاجة نقصانة عندنا تكلفة أقل تشغيل تكلفة أقل إنتاج تكلفة أقل كمان في العمالة وإن كانت هي عمالة كمان كفء من يعني أكفى العمالات العاملين اللي موجودين على مستوى العالم طيب مبارح كمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ليه جولة في المعرض وفي هذه الجولة التقى مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وده على هامش مشاركة تاسياته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وده للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية البلدين الشقيقين وكمان الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة فيما بينهم التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وذلك على هامش مشاركة سياداته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته معهم في الدوحة مؤخرا بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة كما أشهد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية موضحا سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات لعملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس والذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية من جانبه أعرب الشيخ فيصل ابن قاسم الثاني عن تشرف أعضاء الرابط من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجددا وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك مؤكدا التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعديل وقد أكد أسادة الرؤساء وممثل الشركات القطرية عن ترحبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك وكذا تعزيز التواصل بين ممثل القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين كمان مبارح سيادة الرئيس أجرى اتصال هاتفي مع رئيس ويليم روتو رئيس جمهورية كينيا وقدم سيادة رئيس التهنئة لرئيس الكيني على فوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية الكينية وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة لتربط مصر وكينيا وخلال الاتصال تم التباحث بشأن أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة وتم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في ممتقة حود النيل كمان مبارح عبرت السيدة انتصار سيسي قارينة السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي رئيس الجمهورية عن ترحبها بالسيدة الأولى لجمهورية سوربيا طامرة فوتيتش في بلدها الثاني مصر وكتبت السيدة انتصار سيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعربت السيدة فوتيتش عن سعادتها بزيارة مدينة الفنون بالعاصمة الإترية الجديدة اللي بتمثل قلعة الفنون والمعرفة في جمهوريتنا الجديدة وانتهى بتمنيها وقالت ان انا اتمنى لها بلحظات سعيدة في مصر وبالتحديد في الأقصر التي تزورها لأول مرة كمان مبارح كان فيه أخبار كتير مهمة منها دكتور مصطفى مدبولي ترقص اجتماع مجلس المحافظين والتجديد على انه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبلغة في الأسعار وانه هيتم التعامل بمنتهى الحسمة مع المخالفين كمان مبارح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها ترقص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرة اجتماع مجلس المحافظين وأكد فيه على ضرورة استمرار الأليات المتبعة لمرأبة الأسواق وتحقيق الانضباط في الفترة اللي جاية وقال مدبولي أنه فيه تنسيق بين الحكومة والتحادات الغرف التجارية والتحادات الصناعات المختلفة علشان توفير المنتجات وضبط الأسواق وأكد أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبلغة في الأسعار والمضربة أو الاحتكار وهيتم كمان التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية إنبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شاهد الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المعهد الصحي للذكور دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبد الجواد وأيضاً الدفعة الخمسة من المعهد الصحي للإناس دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب وده بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة إنبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية إن القوات المسلحة نظمت دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألماني للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلام وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة تضمنت الدورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات النسفة المرتجلة من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أسليب التعامل مع العبوات النسفة وكمان التدريب على طرق اكتشافها باستخدام أحدث أجهزة وسائل البحث والتفتيش وكذلك تدريب عناصر الخدمات الطبية على الإسعافات الأولية الميدانية بأحدث الأسليب العلمية وتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي الجوي مبارح أعلنت وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 1051 فرع بالشوادر والسرادقات التابعة لمبادرة كلنا واحد وده في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين محافظات الجمهورية دايماً بيكون فيها يومياً أخبار جديدة ومعنى مجموعة من هذه الأخبار والموضوعات الهمة اللي حدثت بالأمس في محافظات الجمهورية اللي منها إدراج مركز أورام أسوان ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وهي تدشين مبادرة 100 مليون شجرة في برسعيد بالإضافة كمان لتقديم الخدمات الطبية لأكتر من 2300 مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة في الشرقية اللي حصل في باقي المحافظات المختلفة دا اللي احنا عرفه من خلال هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من أسوان اللي قال فيها الدكتور محمد شوقي مدير عام مركز أورام أسوان إن المركز تم إدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لأكتر من 100 ألف متردد من الحالات المرضية في برسعيد تم تدشين المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وده في إطار كهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ وتزامناً مع الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الإسكندرية قال المحافظ اللواء محمد الشريف إنه هيتم فتح الشواطئ العامة بالمجان للتمشية والتريد وهوات الصيد حتى بداية إبريل المقبل وده بعد انتهاء موسم الصيف في البحيرة أكد الدكتور هاني جميعا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن إجمالي الاستثمارات اللي تم دخلها خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 حوالي 3.3 مليار جنيه وده التنفيذ 79 مشروع في قطاع الصحة في المحافظة في مطروح وزعت إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة كتيبات عن معالم مطروح باللغات المختلفة وده بالتزامن مع انطلاق المؤتمر العلمي الثالث للسياحة والضيافة والتراث تحت عنوان السياحة والعمل المناخي نحو مستقبل مستدام في الشرقية أكدت دكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية كفر الأشقن التابعة لمركز مدينة فأوس ضمن مبادرة حياة كريمة القافلة اجتملت على العديد من التخصصات الطبية ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 2342 مريض من أهالي القرية في سهاج بدأت الوحدة المحلية لحي الكوثر بسهاج أعمال تطوير ورفع كفاءة قريتي النسيج اليدوي بالحي وده ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه في الدأهلية كشف الدكتور شريف ميكي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه تم متابعة 73 491 حالة وتحويل حوالي 345 للمستشفيات وده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا